بدأت اليوم في المكشوط أعمل ورشة للمصادقة على استراتيجية التعليم الفني والتكوين المهني في بلادنا 2023-2030 منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي تهدف الورشة إلى تحسين إدارة وحكومة النظام التكوين التقني والمهني وتحسين جودة التكوين وتوسيع العرض التكوين للنظام ووضعه في سياقه صياغة استراتيجية وطنية للتعليم التقني والتكوين المهني للفترة 2023-2030 وتحسين إدارة وحكومة نظام التكوين التقني والمهني وإشراك الشركات والقطاعات الاقتصادية مع مراعاة احتياجاتها الحالية والمستقبلية في المؤهلات المهنية موضوع تتناوله ورشة المصادقة على استراتيجية التعليم التقني والتكوين المهني في موريتانيا يعتبر التكوين التقني والمهني ذاتا فعالة لمكافحة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي وذلك لكونه ممرا لا ضنا عنه لولوج سوق العمل علاوة على دوره الرياضي في التنمية الاقتصادية والبشري ولهذا السبب فقد ادرج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ قزواني هذا القطاع ضمن أهم أولويات برنامجه الانتخابي وما فتئت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلاد المسعود تجسد هذا الاهتمام على أرض الواقع من خلال إعداد وتطوير عديد البرامج التي تهدف إلى ترقية هذا القطاع والرفع من أدائه المستشار الأول مسؤول التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي جام مارك ألفارو ذمن أهمية وحيوية الاستراتيجية مبرزا دور هيئته في إنجازها يعد العمل الجماعي أمرنا أساسيا من أجل التمكين الاستراتيجية التي نحن بصدد تحديدها إن الاتحاد الأوروبي والهيئات التي يمثلها بمرتانية تدعم التدريب الفني والمهني منذ سنوات عديدة والسياسات الاستراتيجية التي تعدها الحكومة في هذا الاطار وذلك عبر لدراج هذا الجانب ضمن أولويات البرامج الثنائية في هذا المجال هنا نؤكد استمرارنا في هذا التوجه خلال السنوات المقبلة وبدوره أوضح مدير المكتب الجهوي ليونيسكو في الرباط عبر الفيديو كونفرانس السيد إيريك فالت أن مجال التعليم والتكوين التقني والمهني يمثل مجموعة واسعة من غرص تنمية المهارات التي تتكيف مع السياقات الوطنية المحلية وهو ما سيمكن من تكييف الاحتياجات لكي تصبح نقطة مرجعية للإجراءات المستقبلية